اشتركوا في القناة ونام بادري وكلام من ده كل الترحيم بالنائب أحمد مقلد وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منورنا دونون عامل ايه كله تمام كله بخير طيب يمكن هيبقى يعني أظنها من ضمن الحظوظ الجيدة أن جلسة بكرة دي هتتأجل للحد اللي بعده فهتعرف تنام شويتين يعني أرجوك النهاردة هروح على يمكن احنا أقول له عايزين نتكلم على تعزيز العمل الأهلي قانون حرية المعلومات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبدأ بالآخر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إيه المقترحات اللي بيتم منقشتها أو المزمع منقشتها خليني أقول لحضرتك يعني الموضوع متعلق بقواعد دستورية وضعاب الدستورية المادة 102 وضحت حد أدنى لأعضاء مجلس النواب اللي هم 450 عضو لكنها لم تحدد حد أقصى فبالتالي الوصول للحد الأقصى دوت محل نقاش نيجي للمادة 52 من الدستور المستحدثة في تعديلات 2019 وضحت أن الحد الأدنى 180 عضو مجلس شيوخ كحد أدنى لكنها لم تحدد الحد الأقصى فبالتالي ده أمر محل نقاش في ناس بتطالب ووجد لها وجهة نظر بزيادة أعداد أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وعندهم حيثية في هذا الأمر أن حصل توسعات عمرانية وحصل زيادة سكانية بتسمح بفكرة تمثيل كل نائب التمثيل الملائم بمفهوم في وزن نسبي لتمثيل النائب لعدد معين من المواطنين ففي البعض اتجه لمساحة أن نزود أعداد أعضاء المجلس علشان يكون الرقم مناسب لآخر إحصائية تمت في انتخابات 2015 وكان في حكم محكمة دستورية واضح صدر في هذا الأمر بمسألة الوزن النسبي الذي يمثل كل نائب لكل عدد من الناخبين والسكان إذن ده مقترح فيه مقترح تاني بيتكلم حوالين الإبقاء على العدد الحالي وفقاً لوزيادة التمثيل بمفهوم يعني لو كل ناخب لو كل عضو مجلس بيرعي عدد معين من المرشحين ومن الأعضاء وبيمثلهم وكذا فيفضلوا زي ما هم فبالتالي فيه عدد من المقترحات في هذا الاتجاه بالقياس برضو في مجلس الشيوخ كذلك طيب الاتجاه ماشي إلى فين؟ النقاشات لسه هتطرح لكن فيه يعني لو تسألني عن وجهة نظر فأنا بقول إن عدد الأعضاء في التوقيت الحالي هو عدد كافي جداً أنا بفتكر حدد كافي لأنه لو أنا جيد بسيط أنا خلص مثلاً أنا مية وخمسة مليون بنيات في سبعة وعشرين محافظة بمراكزهم وقراهم وملحقتهم وما إلى ذلك لو أنا حطيت المقارنة اللي مش بالضرورة تكون بمنتهى الدقة ما بين العدد اللي عمدي من حيث السكات والولايات المتحدة الأمريكية والتركيبة الأكثر تعقيداً أنا بتكلم في أكتر من تلتمائة مليون مواطن بيمثلهم أظن ربعمية خمسة وتلاتين نائب في النواب ومية في الشيوخ يعني المسألة مش عددية ما هي بقى الفكرة في كده فبالتالي لو إحنا أخذنا بمبدأ التناسب تمام؟ هيزيد مساحة التمثيل نسبياً فبالتالي أنا في تقدير إن هذا الشكل هو الأمثل في التوقيت الحالي من حيث عدد النواب في مجلسين النواب وفي مجلس الشيوخ هل التمثيل أو المطالبين مفكر معك بسوطة عجل المطالبين بزيادة عدد الأعضاء هل ده ممكن يبقى نابع شوية من تجربة طويلة في مصر وخصوصاً في ظل غياب انتخابات محلية وما إلى ذلك فيبقى فيه عندك نائب الخدمات بدلاً من أن يكون نائب السياسة والرقابة والتشريع فيبقى فيه اتجاه إنه ما نزود العدد يعني أنا في تقدير ده معناه اللي احنا بنلف حوالينا الأصل الأصل هو الإسرع في إجراء انتخابات المجالس المحلية تمام؟ ده علشان تقوم بدورها الخدمة طبعاً لكن في تقدير المطالبين بزيادة هذا الأمر هم عندهم حزبتهم حزبة عددية فقط الإبقاء هي حزبة في فكرة التناسب وأنا في تقدير إن التناسب العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ هو عدد مناسب جداً ويفي بمسألة التمثيل النسبي بمنأة عن التمثيل فكرة التمثيل العادتي عظيم جداً طبعاً لا بقى نروح على مسألة تعزيز العمل الأهلي تعزيز العمل الأهلي وحرية تداول المعلومات وأنا أحط ما بين قصين وسرية أيضاً هذه المعلومات طبعاً طبعاً تشوفها إزاي؟ خليني أكلمك حضرتك على المجتمع المدني في البداية المجتمع المدني كان بينظمه القانون الذي ينظم العمل الأهلي صدر فيه 2002 ثم صدر قانون آخر سنة 2017 ثم صدر قانون آخر سنة 2019 حيل طول الوقت بيبقى فيه مراجعات دورية حوالين القوانين قانون 2017 كان فيه كثير من الأمور محل النقض من العاملين في المجتمع المدني وبالتالي تم تعديل هذا القانون وتغييره كلية سنة 2019 وهو القانون الحالي فبالتالي فيه طول الوقت مطالبات حوالين بعض الإجراءات المتعلقة بهذا القانون وفتح مساحات أوسع له العمل الأهلي في تأدير العمل الأهلي في مصر شاف طفرة سنة 2022 بإعلان أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني مظبوط ففي التوقيت الحالي هذا القانون يفر كان فيه بعض المطالبات في توقيت معين متعلقة بالمجتمع الأهلي بمسألة صعوبات في مسألة توفيق الأوضاع وإحنا تصدينا لهذا الأمر في التنسيقية وتقدمنا باقتراح برغبة في مجلس الشيوخ استجابة وزارة التضامن وتم مد فترة توفيق الأوضاع لكن أكيد البعض بيبقى عندهم بعض الأمور بعض التخوفات بعض الضوابط بعض المحددات فده اللي احنا هنسمعه في جلسة العمل الأهلي موضوع تدول المعلومات هو موضوع مختلف عن موضوع المجتمع الأهلي موضوع تدول المعلومات 2014 صدرت المادة 68 من الدستور بتضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بتدول المعلومات وفي حقيقة الأمر ده استحقاق دستوري وفقاً للمادة 68 من الدستور استحقاق وفقاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استحقاق في حالة تواجده هيحقق مكاسب ضخمة وسعيد جداً بالمسألة دية المتعلقة إن الموضوع لازم يبقى الضوابط لازم إن في عندي معلومات مفترض أنها سرية بل تبقى سرية يعني كل ما هو متعلق على سبيل المثال وده في الدنيا معلومات متعلقة بالجيوش وأعدادها أو في بعض الأحوال متعلقة بأعدادها وعتادها وأنواع التسليح الكلام ده ما فيهوش هزار ولا يتم تدوله بل إن هناك بعض المعلومات المتعلقة بالميزانيات الخاصة بالجيوش وبتروح فين وبنعمل بها إيه وبنشتري منين وبنشتري إيه وأحجام الزخيرة اللي عندي أحجام الأسلحة أنواعها أعدادها إلى أخيره برضو في دول كتير جداً بتبقى فيه سرية تمة ولا يتم الحديث عنها على الإطلاق لا تلفزيون ولا راديو ولا جورنال ولا حتى داخل المجالس النيابية المنتخبة انتخاب واضح لكن بيبقى فيه إطار شديد الضيق وشديد المحدودية ما بنقولش إنها بتبقى بس يعني محدش عارف أنا حاجة لكن شديدة الضيق شديدة المحدودية إحنا في مصر حصل شيء من السيولة وترك الأمر كده لفترة من الفترة كانت من 11 لحد 13-14 وأظن وجود الضوابط شيء مهم وخصوصاً في ظن المعلومات الحساسة يعني أنا متفق مع حضرتك تماماً في هذا الرأي وبالأزيدك كمان كل ما يمس من معلومات الأمن القومي بمفهوم الواسع خب بالحضرتك خطين تحت مفهوم الواسع مفهوم الواسع أمني عسكي سياسي اقتصادي لأن دي مفاهيم للأمن القومي دي معلومات ذات طبيعة خاصة في كل دول العالم بيبقى فيه ضوابط لتداولها وكذا فبالتالي القانون ده هام لكن لا يجب أن يكون باباً خلفياً أيوة تمام؟ لإفشاء المعلومات المتعلقة مثلاً بالأمن القومي منهم هذا القانون مهم لكنه ما ينفعش يكون باباً خلفياً للتحايل على قانون حماية البيانات الشخصية طبعاً هذا القانون هام لكنه لا يجب أن يكون باباً خلفياً لعرقلة سير التحقيقات لأن في بعض التحقيقات التي تجيها النيابة العامة وتضع فيها مجموعة من الضوابط حوالي المعلومات التي بيتم تداولها فيها أثناء سير التحقيقات دي ضوابط بالمناسبة دولية مش ضوابط محلية مش اخترع عنه تمام؟ فبالتالي في مجموعة من الضوابط ما تكونش برضو لازم برضو حماية النزاعات الفائدية عشان ما يتمش استخدامها بشكل أو بآخر في الأمور التجارية والاستهلاكية وكذا في عدد من الضوابط لازم تكون محددة وما يكونش هذا القانون بابا خلفيا للتحايل عليها فبالتالي في مجموعة من المحددات هذا القانون هام نعم هذا القانون هام هذا القانون استحقاقا دستوريا هذا القانون يجب أن يكون له محددات عشان تقدر تستفيد من المزايا المزايا هو تخفيض فكرة الشائعات ومحارباتها لأن الجهات الرسمية بتفسح عن البيانات والمعلومات من خلال أو من تلقاء نفسها لكن يجب أن تصنف تلك المعلومات وده والتصنيف موجود في العالم كله حسب طبيعتها وحساسيتها وكذا فبالتالي بتكتشف أن حضرتك قدام مجموعة من الأمور لو اتخذت مبدأ قومية التشريع يجب أن تأخذ بتلك المعايير والضوابط اللي هي موجودة في العالم كله مش هتبقى اخترار أنا عايز أرجع عند النقطة دي بس هستأذنك أننا هروح لفاصل نرجع بعد هذا الفاصل نكمل كلامنا مع سيدة بنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسألة الأبواب الخلفية دي شئ في منتهى الأهمية بل والحساسية استنونا طيب خلونا نجدد ترحيب بالسيدة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكنت بتكلم على مسألة الأبواب الخلفية البعض يعتقد أو يخلط ما بين حرية رأي وتعبير وتداول المعلومة وما بين كتابة أي معلومة وإطلاق أي خبر على عواهنه دون النظر لنتيجة هذا الخبر فيبقى أحيانا في ظن أنه لو يوسف كتب على الفيسبوك كذا وطلع مش حقيقي أنا ممكن رح نزل ما كدبه أو موقع تحت السلم يكتب خبر وبعد شوية يطلع يكدبه ويظن أنه طب خلاص ما احنا كدبناه وما بيحطش حساب أنه خبر ممكن يرفع بلد السماء اقتصاديا أو على الأقل في رافض منها أو يخسف بيها الأرض ده حقيقي بالأخص أن تداول المعلومات في الوقت الحالي بيؤثر على أنشطة اقتصادية بشكل سريع جدا التداول في البورصة في عدد من الأمور الاقتصادية لو خرجت شائعة في غير محلها حتى بعد ما بيتم تضاركها بيكون الضار والأذى وقع بالفعل فأنا متفق معك في هذا الموضوع وأعتقد أن تداول المعلومات ده ما لازم يكون ليه عدد من الضوابط وجود قانون لتداول المعلومات زي ما أكدت الحضرتك غاية في الأهمية لأنه بيقلل من وطيئة الإشاعات الصحفيين يجدوا مصادر معلومات مؤكدة يقدروا يستقلوا منها معلوماتهم الكثير من الجهات الاقتصادية وكذا بيبقى عندهم هذا الأمر لكن صياغة هذا التشريع يجب أن تكون بضق خذ بالحضرتك من وطا إحنا في عملية التشريع فيه قوانين طبيعية وفيه قوانين مكملة للدستور هذا القانون الخاص بتداول المعلومات من القوانين المكملة للدستور لأنه تم الإشارة ليه نصا في المادة 68 من الدستور فبيعرض على مجلس الشيوخ وبيعرض على مجلس النواب ويجب تطقيق صياغاته علشان فكرة المداخل الخلفية اللي أنا كلمت حضرتك عنها لا يجب أن تتحقق بأي حال من الأحوال طب رؤيتك كرجل في العمل السياسي وكرجل موجود جوه المجلس التشريعي المصري مجلس النواب تحديدا بتشوف إلى أي مدى سيولة الشائعات في مصر أضرت باقتصادها في بعض الأحوال وكادت أن تضر بأمنها العام بشكل أكثر عمومي يعني فيه تقارير ضخمة حوالين فكرة الإشاعة وفيه جهود ضخمة بتبذل لفكرة مسألة الأصار السلبية للإشاعة في حقيقة الأمر ما بقاش حد يقدر يتحكم في فكرة الإشاعة بعد فكرة التواصل الاجتماعي وكذا وكذا تمام لأنها أصبحت غير يعني خاضعة لأي رقابة ولكن أي إشاعة بشكل أو بآخر بتمس مسألة اقتصاد بتمس اهتزاز الثقة نفسه بين المواطن وبين مؤسساته والوطنية ما بين كذا بيكون لها العديد من الأصار السلبية قد تدمر بلادها يعني أنا شفت مثلا خلال الستة والسبعة تشهر اللي فاتوا كم فيديوهات على تيك توك على سبيل المثال ويوتيوب حول تحليلات متعلقة بالاقتصاد المصري بالعملة المحلية أمام سلة عملات الأجنبية بالمية بعلاقتنا بدول في إفريقيا بعلاقتنا بدول عربية شقيقة بعلاقتنا باللات المتحدة الأمريكية وآخر إشاعة بدأت أشوف بقى كلا مش إشاعة فيديوهات على علاقة القاهرة بموسكو علاقة القاهرة ببكين في واحد كان عمال بيتكلم عن الحرب المحتملة حرب إيه؟ والله العظم الثلاث أنا بيت قاعد عماله إيه؟ ينهر إسوخ ينهر إسوخ هي وصلت هي حصلت لا دا إحنا بمتكلم عن إيه بقى؟ مادارة ما بين رئيسين يعني مثلا الرئيس المصري والرئيس طب إنت سيابتك ألف تمنين؟ يعني كنت قاعد ماذا كنت مستخبي؟ لا يعني مسألة الإفتاء في كافة المعلومات والبيانات دي بتلاقيها طول الوقت الموجودة اللي بيقلقني عادة المشاهدات لكن للأسف إن البعض إيه؟ يعني دايما بنقولها يعني ليس كل كل كلام يبدو وجيها وجيها يعني ممكن أقول كلام منمق جدا وجميل جدا ويبدو اللي هو سليم لكن كله أصلا لا يحمل أي وجيها ولا يحمل أي وجيها ولا أي منطق تمام فده اللي احنا بنشوفه أحيانا على مواقع التوكتوك التكتوك والمواقع على الشاكلة دي وبنشوفها برضو من بعض الناس اللي بتفتي في كل شيء القلق ده أو القلق اللي موجود عندي سببه إنه معدلات المشاهدات أو أعداد المشاهدات بتاعت هذا النوع من الفيديوهات أو الأخبار أو البوست اللي بتبقى مكتوبة على فيسبوك عالية بل ومعدلات المشاركة الشيرينج يعني أنا أعرف ناس أنا عارفهم أنا عارفهم هم ناس كويسين لدينا حلال جدا حبوا بلدنا أدعنيهم والله يبكلم بجد وبيشير عمياني يعني إيه دا دا بيقولك إيه الحق؟ هيرفعوا الدعم عن العيش ويروح دايس أنا عندي ناس أعرفهم بيقولولي فيه مشاعر قوانين في مجلس النواب أقول لهم والله أنا عضو مجلس نواب وبيقول لكم هذا المشروع مش موجود تمام؟ فهو هو بيتخيله إنه هو موجود دا فكهة الإشعاعات تمام؟ زي اللي حضرتك بتقوله دا فأحيانا الأمور بتبقى مغلوطة أحيانا بتبقى الحملات دي ممولة أحيانا بتبقى الكلام بيبدو وجيه فبالناس بتنصاق وراه فبالتالي دي مسؤولية مشتركة لنا جميعا يجي نقف أمام هذا السيل من الإشعاعات لأنه عمر طول الوقت موجود أعتقد إنه إحنا الحمد لله لو إحنا بنتكلم النهاردة نجحنا بشكل كبير لنتخطى فكرة الإشعاعات في سنين قبل كده لكن لسه قدامنا مجرود ضخم في تأدير علشان نوصل لنتائج أفضل فيه تخطي الأزمات اللي بتيجي من ورا الإشعاعات هل تعتقد إنه مهم يكون فيه إجراء قانوني باتجاه مش بس اللي بيكتب أول بوست اللي قاعد عمال بيشير عماله على بطال ده لأنه كل اللي طلبه تحقق أنت مش عارف كم التأثير السلبي اللي بيحصل نتيجة إنه هو بيشير عمياني أنا تقديم مهما كانت الإجراءات القانونية مش هتحقق نتيجة بقدر الوعي المواطن ودورنا فيه بس الوعي أهم بكتير من إجراءات قانونية فيه قانون بالفعل اللي هو جرائم تقنية المعلومات بيتكلم شوية حوالين عدد من الأمور بهذا الشكل لكن في بعض الأوقات أصلاً اللي بيشير هو سازج أو متحق عليه أو إنساق ورى فكرة بدت لي اللي هي وجيها لكن في حياة الأمر المسألة لو اتكلمنا فيها وتكلمنا فيها بتعمق إحنا محتاجين رفع الوعي لعامل المصريين حصل بدرجة جبية لكن لسه قدام برضوك مسافة لسه قدام نشورك أنا عايز أشكرك جداً 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 على وجودك النهاردة لأن انت حكيت لي اليوم كان ماشي إزاي فحقيقي شكراً جداً إنك انت جيت مقدرة جداً بالنسبة لي شكراً جداً مش عارف أشكرك إزاي كل الشكر للصديق والزميل العزيز سيد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسية أنا عايز ألفت نظرك بس عزيز المواطن لحياة واحد لحاجة أنتو خدتوا بالكو لما ضيوفنا الكرام من التنسيقية يكونوا موجودين معنا على التليفون أو موجود معنا في الستوديو دايما تلاقيه يتكلم بحقائق أرقام مثلاً جات سيرة الدستور فتلاقيه يقولك المادة رقم كذا تيجي سيرة قانون ويقولك القانون الفلاني في مادته ومشان هم منظمين جداً لهذا السبب تجدهم دائماً عاملين حالة محترمة أوي أوي وملحوظة جداً جو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وحتى في حادثهم ومناقشاتهم داخل الحوار الوطني على السبيل المثال هو واجب مني بصراحة أن أنا يعني إيه أقولك بصراحة حكاية عجبان يعني أنه هم لفتين نظري بزيادة طبعاً أنا عجزت فأنا أصلاً مش عضو التنسيقية ومش هينفهم عضو التنسيقية بعدما بقيت فوق التمانية وأربعين لو كانت الحكاية دي أنت عارفنا وجود زمان على أيام ما إحنا كنا مثلاً في الجامعة طب تخرجنا من الجامعة بس دي الفوارق الرئيسية والجزرية ما بين نظام حكم أو قل عشان أن أقضي كلمة نظام حكم دي نظام الحكم ده يا أحمل دايماً الوجهين ده في علم السياسة اللي احنا خدناه في الجامعة كده الوجهين هم طبقة الحكم ومعارضته أو أغلبيته ومعارضته وهكذا أو أغلبيته وأقليته موالاته ومعارضته طبقة الحكم عندما تكون ناضجة واثقة من نفسها لأنها نزيها أولاً مش حد بيحتكر الصواب المطلق نزيها أولاً ما بيبقاش في عندها خوف من دعم العملية السياسية وتخريج كوادر كبيرة وبتفكر ومقبلة وما إلى ذلك لما تكون طبقات الحكم زي على قديمه مش عايزين الكلام ده تلا يجيلي يا عيني لا 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 تنسئية ولا نص تنسئية ولا حاجة الله ده احنا احنا عدنا بتاع عشرين سنة في حزب تحت الأرض ممثل دلوقتي في الموجود موجود وبيتناقش جوه الحوار الوطني دي حدوتة يجب أن تروى هاشكر مرة تانية أحمد مقلد وأشكركم على حسن المتابعة سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشر رمحنا لو كلينا العمر بإذن الله نقابلكم أكرا في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامت